مساء الخير على كل الزمالكوية وكل الناس اللي بيتفرجوا علي وعلى برنامج زمالكاوي عايز ابتدي لأول بمباركة لرئيس الجمهورية وقائد مصر رئيس عفتاح السيسي الف مليون مبروك يا رئيس في عهدك وصلنا للأولمبياد مرة تانية على التوالي وفكروني كده يا جماعة هل حصلت قبل كده ان احنا وصلنا للأولمبياد مرتين وارا بعد يعني عشان انا تخيلي كده انها ما حصلتش احنا وصلنا تقريبا في لندن في ريديو جانيرو ما وصلناش صح كده وفي توكيو ما كناش وصلنا قبلها وقاء انا كنت موجود في أولمبياد 92 ما كناش وصلنا غير أولمبياد لوس أنجلوس في 82 وبعدها ما وصلناش وصلنا أولمبياد توكيو كان في أولمبياد ريديو جانيرو كان مع الكابتن حسام البدري كان جيل كهرابا ورمضان صبحي وكده ومعرفناش نوصل كان معنا الجزائر ومالي تقريبا مش فكرت من فرقة التالتة اعتقد يمكن اول مرة من بقى الاربعينات والتلاتينات دي قصة مليش علاقة بيها دي انا بتكلم اول مرة في العصر الحديثة او اخر خمسين سنة مثلا نصل لأولمبياد مرتين وارا بعد توكيو وباريس وخلص الولمبياد الصف الجاي مش الصف اللي احنا فيه ده الصف اللي جاي عشرين اربعة وعشرين في باريس بإذن الله من اليوم مبروك لرئيس الجمهورية من اليوم مبروك للقيادة السياسية اكيد كلهم بيبقى سعداء وفرحانين ان البلد بحاجة كل الشعب المصري بيحبها بيصل الولمبياد الناس مش مركزة ان ده حدث تاريخ يا جماعة ان حدث مهم اهم من اي حاجة تانية النهاردة للأسف كان ماتش الزمالك والمقاولين في نفس توقيت مباراة المنتخب الولمبي يمكن انا اتفرقت عدى ربع ساعة او تلت ساعة من الشوط الاولاني ما كنت شفت ماتش الزمالك صراحة كان كنت يعني عايز بلدي توصل للولمبياد ثم الابت بسم الله ما شاء الله لقيت سيطرة الزمالك جاب جون والتاني والتالت في الشوط الاولاني كنت بقعد ابدل ما بين القناة دي وهنا وقناة دي القناة العربية او القناة قناة on time sport عشان اتطمن هنا واتطمن هنا اتطمنت على الزمالك الابت كانت النتيجة 4-0 رجعت التاني لقيت النتيجة 6-0 يعني في ظرف 3-4 ده الزمالك جاب 3 جوان وفي الشوط الاولاني نفس القصة في وقت ولايل جدا كاب 3 جوان النهاردة مكاسب كبيرة جدا جدا هنتكلم عنها بس عايزة بارك ايضا للزميل محمد بركات محمد بركات واحد من نجوم النادي الاسماعيلي اللي صنع مجد وتاريخ معاه ومع النادي الاهلي بعد كده اللي صنع ايضا مجد وتاريخ معاه محمد بركات من الشخصيات المحترمة جدا هو عضو مجلس دار الاتحاد الكرة المصري وهو المسؤول عن المنتخب الولمبي فبقول له من هنا مبروك الف مليون مبروك يا محمد يا بركاتة مبروك مبروك لساة السوركي زميلي في المنتخبات الولمبية وحارس مرمى الاسماعيلي المستوى المبهر لحمزة علاء حارس مرمى النادي الاهلي النهاردة الواحد سقف له اكتر من مرة حمزة علاء وهنا بتختفي يا جماعة الانتماءات مش عارف ده بيلعب في الاهلي ولا ده بيلعب في الزمالك الانتماءات بتختفي تماما كلنا كنا على قلب رجل واحد النهاردة حمزة علاء واحد هو احسن حارس في البطولة لغاية دلوقتي احسن حارس في البطولة لغاية دلوقتي يا جماعة وما جاش فيه ولا مرمى ولا هدف الحمد لله رب العالمين شباك نظيفة وهنا كمان حاجة مهمة جدا لكل الزمالكوية يا جماعة النهاردة خط تفاع المنتخب الولمبي هو خط تفاع الزمالك النهاردة محمد طارق وحاتم سكر وحسام عب مجيد اللي جاب جون جميل جدا بس تسلل يعني في التعديل الجديد بتاع الوف سايد او التسلل الجون ده هيبقى جون يعني وايضا احمد عيد اللي هو كخلاص يعني فاضل مطشين امبي هيخلص الدوري بعد مطشين وامبي عنده لسه النهاردة كمان كسب كاس مصر لكن عيد مش هيلعب معهم خلاص يعني فاضل له مطشين في الدوري وهيرجع نادي الزمالك يعني وكسب النهاردة 3-1 في الكاس لكن طبعا خلاص وصل الامبي والزمالك هم اول فرقتين يصلوا للدور قبل النهائي وهنتكلم بالتفاصيل في الموضوع دوت بس النهاردة احمد عيد راجع محمد طارق احنا كمان شوف الزمالك الزمالك ولا بقى بيقعد يستقوى ولا بيقعد يدوس ولا كان منطقي اساسا ان الزمالك يلعب النهاردة بس هنتكلم باستفادة لكن الزمالك النهاردة سايب لعبته لمنتخب مصر الأولمبي رغم انه من حقه انه ياخد لعبته لانت بتلعبني مطش مهم في كاس مصر تاني مطش في كاس مصر بدون لعبتي مطش فاركو ومطش المقولين العرب اللي اتحطيلي فجأة وكان من المفترض انه يتلعب الموسم الجديد زي ما الفريق المنافس هيلعب الموسم الجديد دور الثمانية يعني فالنهاردة مبروك للجهاز الفني كمان اختيار ميكالي المدير الفني البرازيلي اللي حصل على الدورة الولمبية وذهبية ريديو جانارو مع البرازيل في عشرين ستاشر مدرب عشرة على عشرة عايز اقول لكم ان فيه كتير مدربين مصريين ما كانوش عايزين يمسكوا الجيل دوت وان كله راح لجيل الفين وثلاتة انه هو الجيل العظيم والجيل اللي فيه كمية مواهب لكن الجيل ده مفوش اماكن كتيرة مفوش حارس جامد مفوش دفاع كويس مفوش مهاجم جامد كان الناس بتتكلم على جيل الفين واحد كده بتتكلم عليه انه جيل وحش انا اول ما اتفرقت عليهم في ماتشاط ودية قبل ما يبتدوا حتى ماتشاط رسمية امام مش عارف اسيتوني وبعدها زامبيا وبعد كده ماتشاط وغانا تعادلنا هنا مع غانا وتعادلنا ماتش اعتقد مع غينيا لعبنا غينيا قبل كده وكنا تعادلنا معاها هناك بدون اهداف في في قبل بداية البطولة لا اللعيبة اللعيبة جعانة اللعيبة مركزة وفيه مدرب يا جماعة فيه مدرب بيصنع الفارق وتغييراته مؤسرة لعيبة كتير منهم مش نجوم يعني تلاقي معظمهم مفيش واحد متوهج فيهم يعني خالص مفيش لعيب فيهم اه اساسي في زمالك واهلي مفيش ولا لعيب فيهم اه اساسي في زمالك واهلي خالص حتى ابراهيم عادل نفسه اللي هو احسن لعب في المطولة الغد دلوقتي ابراهيم عادل مش اساسي مع اه بيرامدز ساعات بيلعب ساعات ما بيلعبش بيتعور فترة يرجع يلعب جز يبتدي ماتشاط يقعد ماتشاط اه اه النهاردة حسامة بيجيه تقريبا هو الوحيد في اه كل اللعيبة اللي اه موجودة حتى حتى اسامة اه فيصل راس حربة البنك الاهلي مش اساسي مع البنك الاهلي مش الراس حربة الاساسي وهو معار من نادي الزمالك النهاردة عندنا فرقة قوية جدا في المتخم الوينبي وعندنا خمس لعيبة اساسيين يا جماعة النهاردة اسامة فيصل لعب الزمالك احمد ايد لعب الزمالك حسامة ابن جيد محمد طارق حاتم سكر خمس لعيبة بيلعبوا في القوام الأساسي بتاع الحداشر الحداشر لاعب فيهم خمس لعيبة بيلعبه أساسيين يعني يعني نص المنتخب الأساسي من نادي الزمالك طيب وبالتالي مبروك ألف مليون مبروك ده حدث جلل يا جماعة حدث مهم في الكورة احنا دوقتي هنبتدي ننتظر الفرق اللي هتكون موجودة معنا في أولمبياد باريس مين الفرق اللي هتكون موجود معنا مجموعتنا يعني هننتظر القرعة إمتى انتوا عارفين طبعا أنا كنت سايب كمان يعني يمكن المنتخب المغربي الشوط الشوط الأولاني يا جماعة الشوط الأولاني يمكن كان المنتخب المغربي كسبان 1-0 ما زالت نتيجة 1-0 يا جماعة تأكدولي يعني مطش كمان يوم السبت في نفس يعني الزمالك كمان هيلعب يوم السبت ومنتخب مصر كمان هيلعب يوم السبت اعتقد المب ما زالت 1-0 لسه ها ما زالت النتيجة 1-0 كده يعني آم سعداء طبعا ان مصر وصلت في الائتين بس في البطولة كلها في الائتين عرب طبعا احنا بنحب المغرب جدا وبنقدرها جدا وبنتمنى لها كل توفيق طبعا انها تفوز على المنتخب المالي ويصلوا المبرانة الهائية واكيد بنتمنى كلنا بفوز المنتخب المصري بس يكفي ان المغرب ومصر يضمنوا التأهل لأولمبيات باريس ان شاء الله بإذن الله عشان يكون عندنا فرقتين عرب من قارة افريقيا موجودين من ضمن ثلاثة مؤكد وصولهم وممكن الرابع كمان عنده فرصة في ابريل اللي جاي هيلعب مباراة في قطر مؤهلة لأولمبيات يعني رابع آسيا مع رابع افريقيا هيلعبوا مباراة الكسبان منهم هيصل لأولمبيات باريس بإذن الله